السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبداية قبل مشاهدة الدرس ارجعي اشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد وعلم من الدولة العالم التحميل السورية اليوم شرحنا عن برنامج من برنامج الكمبيوتر والبرنامج هو متصفح انترنت وهو افضل اول متصفح انترنت متخصص المحبه للعب يعني للجيمر ميزاته متصفح اول شي المتصفح اول متصفح بالعالم تم تصميبه لتناسب مع الالعاب اللاعبية وتاني شي المتصفح غير متخصص للعب يعني فيه كمستخدم عادي يستخدم المتصفح عادي والمتصفح مجاني بالكامل مع الاضافات اللي بداخله المتصفح فيه ميزة انه فيك تخصص امكانية من الرام من الرامات يستخدمها المتصفح على عكس باقي ان الصفحات مثل جوجل كروم او الفيرفوكس بيستهلكوا مساحة كبيرة من الرام يعني بحيس انت اذا فاتح المتصفح وفاتح شي تاني مثل اللعبة او فاتح برنامج تاني تحس الكمبيوتر صار فيه بطء صار فيه الكمبيوتر تعليق اما هذا المتصفح يخليك تخصص النسبة من الرام للمتصفح بحيس انه الكمبيوتر يضل شغال نظامي حتى لو شغلت برنامج تاني مع المتصفح ومتصفح فيه دائما اول ما تفتح المتصفح صفحة رئيسية اخبار عن كل شي الالعاب جديدة تنزل للكمبيوتر ومتصفح متكامل مع منصات بث المباشرة مثل تويتش يعني اللي عنده حساب تويتش يسوي بث على موقع تويتش عن طريق المتصفح بكبسة زر بيفتح تويتش ويشغل البث بالاضافة فيه في اكتصل عن طريق المتصفح لالتطبيقات الاساسية اللي بتستخدمه مثل تطبيق الواتس اوب او تطبيق الفيسبوك من المسنجر وبالاضافة المتصفح موجود في vpn يعني زي في مواقع عندك بدولتك محجوبة ما تفتح المواقع المتصفح موجود في vpn تشغل vpn تفتح لك المواقع المحجوبة والمتصفح اللي عب نحكي عنه هو من شركة اوبرا مشان نزل المتصفح نتخل على الرابطة اوبرا جي اكس نفتح الرابط ونزل هنا للاخير تنزيل اوبرا جي اكس من هون اذا اعطيت التنزيل رح يزيل لك ملف التنصيب يعني اذا فتحت ملف التنصيب رح يحمل المتصفح عن طريق الانترنت ويسبته بينما تنزل الاخير تنزيل اوبرا جي اكس وتنزل الحزمة كاملة دselsين تاثنس تكن من ان تتميندود اهاج تصلك المتصفح حسب نظامه او اربعة اشترين بيت عشان تعرف ان نظامة� اي دساء taught us كيف نعرف ان نظام خوش المتصفح نكم Viki رجي على كي كمبيوتر خصائص نوعي النظام نظم تشغيل خوش المتصفح 34 бел 64 بد مكتبةший y d toi الآن سنه، نقدم وانا مسبقا مشانا تغلل الفيديو بعد نطرق التسبيط عادية أين نستعي وانا مستعي وانا خلص التنزيل بشتغل المتصفح هذه الواجهة الرئيسية المتصفح وانا طالعنا في حدث الألعاب للنازل الجديد الكمبيوتر لتحت شوي أخبار عن الألعاب عند شريط هذا أول خيار إذا بدك تحدث الرامات مثل ما كانت تحدث فيه الرامات تفعل الخيار مثلا عندي رامات 4 جيجا بتنزلهم بتسوي 2 جيجا أو 1 جيجا حسب ما بدك بالنسبة لمنصة تويتش عن طريق الخيار تسجل دخول على تويتش وتشغل بس مباشرة نشوف أعدادات المتصفح بلوكات هذا منشان مانع الألعنات بتشغله إضافة مانع الألعنات ننزل هنا تبدأ بتغيير الخلفية تبعيت المتصفح ننزل لتاعة أوروه من هنا على إدفاس مثلا بدنا أشغل ال VPN لأن ال VPN يأتي بالأساس غير شغلها نفوت على الخيار لل VPN نعطي تفعيل VPN تبقى وسائل ومن هنا تختار السيرفر الذي بدك تتصل عليه للتولي الذي بدك تفتحه من هنا مثلا أوروبا أو آسيا أو أمريكا وتعطي تشغيل أو تعطي إقراف إذا ما بدك تشغل VPN تشغيل في أددات ثانية المتصفح مساعد تحميل مثل أي متصفح هو ما بدك يحمل يعني متصفح حلو كثير وخفيف فيه بطارية سيفا مشان إذا كنت تستخدم اللاتوب تفعيل هذا الخيار لكي بطارية لا تخلص بسرعة حافظ موفر طاقة خلينا يشوف مثلا تصفح في الموقع يوتيوب 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 يعني الحلوب المتصفح أنه المتصفح هو مخصص محبي للعب ويشتغل على الألعاب أكثر لكن أنت كم تستخدم عادي فيك تستخدمه كمتصفح أساسي يشتغل معك نظامي بدون أي مشاكل وبصراحة شفته من أقوى المتصفحات من خلال الاستعمال شفته أفضل من كروم وأفضل من موزيلة فايرفوكس لأنه أخف على الرامات وبالأخير إذا بدك تتواصل معي تتابعني على فيشبوك عن صفحة عالم التقنية السورية ورجاء لا تنسوا تضغطوا للفيديو لايك وتشتركوا بالقناة عشان يصلكم كل درس جديد من أسلو السلام عليكم وعلمة الله وبركاته موسيقى 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 لمعنى tho موكات كلا ope موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة